موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة التايمز التي نشرت مقالاً لروجر بويز بعنوان حان الوقت لنقول للسعوديين بعض الحقائق جاء فيه يقول كاتب المقال مخاطباً للقراء البريطانيين إنه لا ينبغي أن تشتري أموال السعودية صمتنا فدعمها للجهاديين يهدد أمننا القوبي ويشير كاتب المقال إلى أن المملكة العربية السعودية ما زلت من أفضل زبائن شراء الأسلحات البريطانية مشيراً إلى أن صفقة طائرات التايفون التي أبرمت مؤخراً ساهمت في الحفاظ على خمسة آلاف وظيفة في رانكشاير إلى أن الزبائن الجيدين ليسوا بطبيعة الحال من أفضل الحلفاء إذ أن السعودية تعمل منذ عام تقريباً ضد مصالحنا حسب قوله ويبرر الكاتب آراءه بالقول إن أعداد الجهاديين السعوديين أكبر بكثير من أي دولة أخرى فشيوخ السلفية يشجعون الشباب في بريطانيا والدول الأوروبية على حمل السلاح والقتال ضد المسلمين الشيعة وغير المسلمين بحسب رأيه يقول بويز نحن نقلق من الجهاديين البريطانيين إلا أن السعوديين الذين هم من قدام المحاربين في أفغانستان والشيشان والبوسنة هم المسؤولون عن تنظيم هذه المجموعات القتالية الأجنبية مضيفاً هناك ألف ومئة جهادي سعودي في ميادين القتال إن لم يكن ألفان وقد قتل حوالي ثلاثمائة سعودي خلال العام الواضي بسبب مشاركتهم في القتال خارج البلاد وهم ينتمون إلى تنظيمة مختلفة ومنها جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وختم بويز بقاله بالقول إن السعودية أضحت حليفتنا لأنها أمنت لنا البترول الذي حافظ على تنشيط اقتصادنا إلا أن التصرفات الرياض بدأت تزعزع استقرار العراق الذي يعد ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الغاردين التي نشرت مقالا لجوانا بارك بعنوان الجهاديون البريطانيون في سوريا قد يكون سبب مشاركتهم في القتال سببا آخر غير الدين جأفي قالت كاتبة المقال إن الدافع وراء مشاركة الجهاديين البريطانيين في القتال في سوريا قد يكون سببه العوامل الثقافية الحديثة وانتشارها على نطاق واسع وتشير الكاتبة إلى ظهور فيديو على الشبكة الإنترنت يهدف إلى تجنيد جهاديين للقتال في سوريا والعراق من البريطانيين وكان من بين الرجال الذين ظهروا في الفيديو شابان بريطانيين يدعيان ناصر مثنى ورياض خان وتقول الكاتبة إن خان ومثنى يعتبران نموذجا للشباب البريطاني فهما مثقفان ويعشقان الرياضة كما أنهما ترعرعا في كنف أسرة محبة في كاردث إلا أنه عندما ظهر في تسجيل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أصيب الكثير منا بالصدمة وانهلت الأسئلة عن كيفية حدوث هذا الأمر وإن كان هناك أي تصرفات سابقة لهما تشير إلى أعراض أصولية دينية وكيف أن أحدهما قال لأمه إنه ذاهب إلى منزل صديقه لدراسة الرياضيات وأضافت يورك إن هؤلاء الشباب يمثلون أزمة فريدة من نوعها بالنسبة لمسلم بريطانيا الأمر الذي يعتبر مبررا لإطالة أمد مراقبة المجتمعات المسلمة فالتطرف الديني في بريطانيا وفي العالم أجمع يعد مشكلة خطرة إلا أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الدين وحده بل المشكلة أكبر من ذلك بكثير لتتضمن حب العنف والمهار بصراع المسلح والطبقية وتجذر فكرة الذكورة وختمت كاتبة المقل إنه لا يمكن أن نقلل من أهمية الاغتراب الثقافي والدين في قررة خان والمثنى للانضمام إلى داعش وضفتني أن التحلي بالإيمان والعقيدة أمران هاما للانضمام إلى صفوف الجماعات المتشدتة في سوريا إلا أن العوامل الثقافية التي تثمن القتال العسكري لها تأثيرها البالغ لذا يجب النظر في هذه العوامل أجمع مشاهدين الكرام نشرت صحيفة الوطن القطرية مقالا لأحمد منصور بعنوان أحكام الإعدام على أهالي الشهداء قلفي لم يتوقف سيل أحكام الإعدام في مصر لتأكيد حكم الإعدام على 183 متهما فيما يسمى بأحداث العدوة من قبل محكمة جنايات المينيا يوم السبت الماضي حيث أن هؤلاء جميعا متهمون بقتل شخص واحد وهكذا كما قال المستشار طارق البشري الفقيه القانوني والمؤرخ هو أكبر وأقسى حكم صدر بالإعدام في تاريخ مصر الحديث وصدور مثل هذه الأحكام يغطي على أحكام لا تقل كارثية عنها تصدر كل يوم غير أنه وصلني من حملة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجي أحد أيقونات الثورة الخامس والعشرين من يناير وأحد أخلص وأصدقي من عرفت من قيادات الإخوان المسلمين أستاذ الأنفي والأذن والحنجرة بكلية الطب في جامعة الأزهر وصلني بيان حول المحاكمة والتي حكم القاضي فيها بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع والدكتور البلتاجي وباسم عودة وزير التموين وغيرهم ومما جاء في البيان أعلن قضي محكمة جنيات الجيزة رفع الجلسة للإستراحة واستكمال مرافعة هيئة الدفاع ثم عاد فجأة ليتلو الحكم بإحالة الدكتور محمد البلتاجي وثلاثة عشر معتقلا آخرين للمفتي لاستطلع رأيه في إعدامهم في القضية العبثية الملفقة المعروفة باسم أحداث مسجد الاستقامة حيث تصدى البلتاجية لمسيرة سلمية مناغضة الانقلاب فقتل تسعة وأصب عشرون أغلبهم من المشاركين في المسيرة لم تستمع المحكمة إلى مرافعة أربعة متهمين مما يبطل الإجراءة تماما وحضر محام ثلاثة من المجني عليهم من المتظاهرين الذين تم قتلهم برصاص الشرطة في ميدان الجيزة وفي شهادة الشهود وطلبوا من المحكمة إدخال كل من علي جمعة ولميس الحديدي وأحمد موسى وعمر أديب ووائل أبراشي كون تهمين في الدعوة باعتبارهم محرضين على القتل بدعاية السوداء الآثمة ورغم أن المحكمة أثبتت الطلب لكنها حكمت على المعتقلين بهذا الحكم دون النظر في هذا الطلب الذي تم إثباته لم تلتفت المحكمة لما أكده ورثة المقتلين في الأحداث في شهاداتهم أمام المحكمة بأن أبناءهم قتلوا برصاص قنصة الداخلية والبلطجية المتواجدين في المكان وبأن كل الإصابة حدثت بعد قيام الشرطة والبلطجية بفضل مسيرة بالرصاص الحي لقد حكم القضاء الذين لم تحركهم سيول الدماء التي أسالها العسكر بالإعدام على أهالي الشهداء فثلاثة من المحكم عليهم بالإعدام هم أباء شهداء قضوا برصاص العسكر وهم الدكتور محمد البلتاجي الذي استشهدت ابنته الوحيدة والدكتور محمد بديع الذي استشهد ابنه الأكبر والدكتور عزة صبري الذي استشهد ولداه أكتفي بهذا القدر من البيان الذي يكشف أنه ليس هناك قضاء في مصر وليس هناك محاكمات بالعرف القانوني وإنما هي مسرحيات لتنفيذ أحكام سابقة التجهيز على متهمين تم فبركة القضايا لهم كثير منهم من أهالي الشهداء أما المتهمون الحقيقيون الذين قتلوا ثورة الخامس والعشرين من يناير أو ما بعد ثلاثين من يونيو فكلهم خارج دائرة الاتهام أو المحاكمة ومن حوكم من قبل تم التبرئته ليحكم الضحايا وأهالي الضحايا ويحكم عليهم بالإعدام لكن قضاء الله غالب ولو بعد حين نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالا لياسر الزعاتر بعنوان التركيز على مقاتل السنة في سوريا وتجاهل الشيعة جأثي ثم تسؤال بلغ الأهمية يطرح نفسه بقوة في معرض الحديث عن القوى التي تتقاتل على الأرض في سوريا وحكاية المقاومة والممانعة والقومية واليسارية والرجعية إلى غير ذلك من المصطلحات المتداولة في قمص السبحة في الداخل والخارج خلاصة هذا السؤال هو إذا لم تكن المعركة طائفية وإذا كان النظام مقاوما وممانعا وسدا في وجه الصخينة والأمريكان بحسب جحافلة من القوميين واليساريين بل وطائفيين غير مسلمين أيضا فلماذا لنرى مقاتلا من هؤلاء يأتي من الخارج كي يقاتل إلى جانب النظام ولا يأتي إلا مقاتلنا الشيعة فقط لغير ألا يؤكد ذلك هوية النظام الطائفية ومن ثم هوية المعركة في سوريا والتي يديرها مندوب الولي الفقيه للعمليات الخارجية تماما كما يدير المشهد كاملا في العراق يحيلنا هذا السؤال إلى تفاصيل كثيرة تتعلق بدور الميليشيات الشيعية في سوريا ذلك أن قلة من التقارير لازلت تتحدث عن هذا الملف فالصراخ الغربي لازل يركز فقط على المقاتلين السنة واللفت أيضا أن حسن نصر الله وقادة إيران ما زالوا يرددون ذات المعزوفة في سياق تسويق مهمتهم ومهمة بشار في محاربة الإرهاب أليس غريبا والحالة هذه أن الصهينة والغربيين لا يتحدثون إلا عن مخاطر المقاتلين السنة بينما يسكتون عن جحافل من المقاتلين الشيعة رغم أنهم ينتمون نظريا إلى جبهة المقاومة والممانعة المعادية لأمريكا وللغرب منذ شهور والتقارن تتوالى حول حجم الحضور الشيعي في ميدان القتال في سوريا نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة ستار التركية التي نشرت مقالا بعنوان الصورة المشوهة في الشرق الأوسط جأفي يفتتح الكاتب أحمد طاشك تيران مقالته بطرح سؤال مفاده الذي يحدث في الشرق الأوسط ثم يلفت الأنظار إلى الأدوار التي يلعبها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران فهي من جهة تظهر وكأنها قوى متصارعة لكن من جهة أخرى تظهر بصورة مختلفة وكأنها تعمل بشكل منسق في تغذية الفوضى في منطقة الشرق الأوسط فعلى سبيل المثال نرى أن الملك في العراق في تعاون تام مع الولايات المتحدة في نفس الوقت يتلقى دعما كبيرا من إيران ومن ثم يلفت طاشك تيران النظر إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم ودور الملك في ذلك عبر الطهاد السنة في العراق الأمر الذي أدى إلى ظهور تنظيمات سنية متطرفة يتبادل على دعم أطراف الصراع فيها كل من أمريكا والسعودية وإيران في معركة طائفية يصعب التكهن بنتائجها ينتقل طاشك تيران بعد ذلك إلى الحديث عن المشهد المصري الذي نرى فيه كيف دعمت أمريكا والسعودية الانقلاب العسكري في مصر ثم إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد فوزها في عدة استحقاقات انتخابية ومن ثم الحكم بالإعدام على العشرات من قيادة الجماعة فالمشهد في كل من العراق ومصر يظهر الولايات المتحدة داعمة للانقلاب في مصر ضد الإخوان المسلمين وللشيعة ضد السنة في العراق ويتابع بالقول إن أمريكا تقف وراء ما يحدث في ليبيا من قيام اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بإعطاء مهلة للأتراك والقطريين لترك البلاد خلال 48 ساعة وقد يعلل هذا التصرف ضد تركيا بأنه نابع من كون الحزب الحاكم في تركيا يقف إلى جانب الربيع العربي ولكون أنقرة تنتهج سياسة خارجية تقف على مسافة في تعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفي ختام مقالته يتساءل طاشك تيران هل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران مرتاحة لما يحدث في الشرق الأوسط؟ كما يشير الكاتب إلى الدور الذي تلعبه تركيا تجاه كل من العراق والسوريا ومصر وليبيا حيث نرى أن المواقف التركية ممنية على أخلاقيات وقيم عالية في تعاملها مع كل قضايا المنطقة دون أي تمييز على أساس اللغة والمذهب مع الإشارة إلى أن المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط هي القوى السنية نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة ياني شفق التي نشرت تحت عنوانه السنة والأكراد يرفضون تشكيل حكومة ائتلاف مع المالكي جاء فيه أدت سياسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي تنتهج نهجا شيعيا إلى تقسيم العراق ثلاثة أقسم تجلت بشكل واضح بعد أن سيطرت قوات العشائر السنية وتنظيم دولة العراق والشام الإسلامية على العديد من المدن السنية في العراق وفي سياق متصل رافضت القوى السياسية السنية والأكراد طلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تشكيل حكومة ائتلافية مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤكدنا رفضهم الدخول في أي حكوبة يكون المالكي طرفا فيها والمعروف أن المالكي المدعوم من إيران يرفض الاستقالة من منصبه فيما تتجه الأنظار إلى الرياضي وطهران لتوصل إلى مرشح توفقي يقبله الجميع وسط الأجواء المتوترة في الأراضي العراقية حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في صحيفة ميليت التركية التي نشرت تحت عنوانه خيراً أيها الكولونيل جاء فيه تتساءل الصحيفة عن سبب محاولة كولونيل أمريكي متقاعد وبروفيسور ومواطن فرنسي العبور إلى سوريا بطرق غير قانونية مشيرة إلى أن دوريات حرس الحدود التركية ألقت القبض على الكولونيل الأمريكي المتقاعد ريتشارد دوغلس والبروفيسور مارك بويلاك والباحث الفرنسي فابريسشان ميشيل بلانش أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية من ولاية كيلس التركية في الأول من شهر حزيران الجاري وقد عثر بحوزتهم على كاميرات تصوير وهاتف للاتصالات عبر الأقمار الصناعية مع جهاز للكشف عن الطرقات وكشفت التحقيقة أن المذكورين قدموا إلى تركيا في 30 من أيار الماضي عبر مطار أتا ترك في اسطنبول من جهتها أمرت المحكمة التي أحيلوا إليها بإعادتهم إلى بلدانهم بعد استجوابهم من قبل الأمن وفي السياق ذاته تلفت الصحيفة الأنظار إلى زيادة ملحوظة في عدد الذين يحاولون اجتياز الحدود التركية مع سوريا في الآونة الأخيرة نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت جريدة حبر مقالا لعابد المؤيد العظم بعنوان إبداعات المرأة في الثورة السورية قالت فيه من كان يتخيل أن المرأة العربية التي وضعها المجتمع المحافظ في مجال ضيق ومحدود وحصرها في أكثر الميدين تنهض وتنزل إلى الشارع وتهتف وترفع اللافتات وتتحمل الضربات وتزج في الحبس وتصمد أمام كل هذه الضغطات من كان يتصور أن تحدث هذه المشاهد تلقائيا ودون اعتراض من الآباء أو الأزواج فالفتيات شجعنا المظاهرات ورتبنا لخروجها واشتركنا بها وخرجنا في أول مظاهرة بدمشق وهنا في شك من استمرارها وما صدقنا أنها تمت ثم أصبح هذا شأنهن يمشينا في شوارع دمشق ويصرخن حرية للأبد يسقط مشار الأسد هتفنا بسقوط الطغا هتفنا لكل المدن طرطوس جبل درع وشعرنا بوحدة الدم والعقيدة والانتماء وهتفنا للأحياء الميدان واليرموك والحجر الأسود قالت لي إحدهم شعور رائع رائع ومهيب حين تهتفنا للحرية ولسقوط طاوت كنت أطير فرحا بالهتف شعرت أني ولدت من جديد فكنا نخرج للتظاهر ونغيب ساعة كنا نصلي قبل كل مظاهرة صلة مودع ونستغفر ونترقب الموت في كل لحظة ولما قالوا لكم شهيد يشيى شهيد ما كذبوا ولا بلغوا لقد وجهنا الرصاص والموت وجرحت الكثيرات من بيننا وعتقلت نصف صديقاتنا ونالت بعضهن الشهادة وتقبلناها بابتسامة ورضا كانت وسائل الإعلام الغربية مندهشة من خروج النساء إلى الشوارع وهن يرفعن أصواتهن من أجل الحرية وأما المرأة فكانت هناك في الشارع والبيدان النساء كلهن معا على اختلاف مذهبهن وثقافتهن ومستوهن الاجتماعي اجتمعنا بشكل تلقائي وعفوي وكان للمرأة صولات وجولات في اختراع أساليب جديدة ومبتكرة لإخفاء الرجال وإيواء الفرين وتأمين الطعام وعلاج الجرح بالأدوات القليلة المتوفرة والمثير أنهن أضربنا عن الطعام للإفراج عن المعتقلين رغم أنهم ليسوا من أقربائهن نواصل مشاهدنا الكرام مع مقال عبد المؤيد العظم تقول لقد أنتج ربيع العربي المرأة الإيجابية والفاعلة فالقضية كبيرة وتخص المجتمع كله بنسائه ورجاله ومشاركة المرأة أعطت للثورة زخما إضافيا ولفتت أنظار العالم إليها وهل تصدقون أن الثورة السورية في دمشق قامت على جهود البنات؟ فالنظام استأثر بالرجال مبكرا في سجونه ومعتقلاته وبقيت الفتيات في العاصمة معثلة من الرجال وهاجر الباقون في أرض الله الواسعة وبقي العبء على النساء وهذه الظروف جعلت المرأة أكثر وعيا وأكثر قوة وقدرة على المجابهة وأجبرتها على الانخراط في الصفوف المقاومة ولعبت المرأة دورا كبيرا في الحماس والتخطيط والعمل على الأرض وساهمت في اقتراح الأفكار وفي تنفيذها لقد استنهضت الثورة همم الجميع على أن الفتيات كن أقدر على التفرغ للتخطيط والتدبير بسبب الأهل الذين حبسوا بناتهم في البيوت ومنعهن من المشاركة الفاعلة في الثورة فاتجهت هممهن إلى التضير ونجحن في هذا نجاحا باهرا المرأة السورية جزء من الثورة وركم مهم من أركانها ولن أحقق سبقا صحفيا أو أوذع خبرا جديدا لو قلت لكم أن مظاهرات دمشق وتلوين بحراتها باللون الأحمر ودحرجت طابات البولينغ من أعلى جبل قاسيون كل هذه الإبداعات صممتها وخططت لها عقول النساء مستعينة لبعض الشباب ولولا دفع المرأة الزوجة والابن والأخ لتأخر بعضهم أو تردد في الانخلاط بالثورة كما كان شأن الثلاثة الذين خلفوا وقد سمعت من ملاحم البطولة ما أدهشني وسمعت من النساء في الداخل كلاما بث في روح الفخر والأمل فالأمهات يدفعن أبناءهن إلى ساحة الجهد ويدعمن أولادهن بالمال والخبرات القصص كثيرة ولكن هل سمعتم عن أعظم عمل إنساني أبدعته المرأة في الثورة لما اشتد القصف على حي الميدان في دمشق قامت بنت فتية لم تتجاوز الخامسة والعشرين بجمع جثث الموت وأشلائهم في بيت عربي موت بلا أدمغة موت بلا عيون موت بلا أطراف ميت بنصف وجه فتمسح دماء عنهم وتجمع أجزائهم وترتب أشكالهم وتخفي إصاباتهم ثم تدعو أهلهم ليوديعوهم الوداع الأخير وهم بصورة جيدة حسنة مقبولة لقد هي الله الأنثى لتلك المهمة السامية الدعم النفسي منذ فرض على الرجال الجهد وتركها ترعى الصغار وخصها بالمشاعر الإنسانية الفياضة وحسن التدبير والتفكير في الأزمة لتستطيع الثبات والاستمرار وإعادة بناء الإنسان بعد فقد الرجال أو غيابهم فاجتمع في المرأة الضحف مع القوة وحب الزينة مع قوة العزيمة والغنج والدلال مع الصرامة والصمود سرعة الانفعال مع الروية والاستذكار وهكذا هي المرأة إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم بعد غد إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة